متابعيني جميعاً على قناة Infotech4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت اتكلمت من فترة قريبة عن Cloud 3.5 Sonnet الموديل الجديد اللي اعلنت عنه شركة Anthropic AI وكلمت عن الامكانيات الجديدة وكان من اهم الفيتشرز الموجودة الارتيفاكت والارتيفاكت هذه الفيتشر عشان تفعلها بتروح للاكاونت بتاعك وبتروح لي الفيتشر بريفيو وبتبتدي ان انت تفعلها علشان تظهر عندك او تبين عندك البريفيو الخاص باي Output انت بتطلبه من Cloud النتيجة بيوريها لك وبيوريك البريفيو لهذه النتيجة ودي كانت من الفيتشر الجيدة جداً في Cloud 3.5 Sonnet ولكن يعني احنا ملاحقناش نتكلم عن هذا التحديث اهرتنا شركة Anthropic مرة تانية بتحديث جديد ايضاً خاص بCloud 3.5 Sonnet وكان الاعلان عنه على حسابها على منصة X هي امكانية ان انت تعمل Publish و Share للRT Fact وان انت تقدر تشوف ال Landing Page الخاصة بWeb Page معينة طلبت انشاءها او ديمو خاص بجيم او فيديو جيم بشكل كأنك بالضبط بتفتح Web Page وبتشوف ال Project اللي انت طلبته طبعاً انا شايفة ان شركة Anthropic AI مشى بخطوات اكبر بكتير من وجهة نظري من شركة Open AI من ناحية التحديثات ومن ناحية انها تعرض التحديثات وتفتحها بشكل مجاني لـ Users لان انت تقدر انك انت تستخدم خمس مرات تتمتع بامتيازات Cloud 3.5 Sonnet بشكل طبعاً جيد جداً وتقدر تجرب قبل ما تفكر اذا كنت هتشترك او لا فبتديك فرصة ان انت تشوف الامكانيات دي هتفيدك لاي درجة تعالوا نشوف كده كتجربة ليه الفيتشر الخاصة بالArtifact وامكانيات كمان ان انت تعمل Remix للArtifact ده يعني ايه تعمل Remix للArtifact ان انت تضيف عليه حاجة جديدة تعالوا كده نبص عليه هبص على هروح من خلال الرابط الموجود على الأكاونت الموجود في تويتر وحيدخني على الArtifact اللي هو Made with Cloud بواسطة User وهنا زي ما احنا شايفين الويب بيج دي تفاعلية تقدر ان انت تقاب Golden Chain, Remove Top Hat, Remove Mustache هنا الصفحة زي ما احنا شايفين تفاعلية فيقدر اليوزر يشوف الويب بيج بتاعته لو هو عامل زي ما قلتلك Game Demo زي اللي احنا شايفين هيقدر ان هو يشوفها كأنها صفحة ويب عادي جداً مش محتاج ان انت تاخد الكود وتحطه مثلاً على Visual Studio وتفتحه في براوزر ده الموضوع كمان بقى أسهل بكتير مع التحديث الجديد من Anthropic تقدر تعمل ايه كمان؟ تقدر تعمل Remix وده الجميل ان انت لو دست على Remix Artifact تقدر ان انت تضيف حيدخلك على حسابك على Cloud AI فانت لازم تكون عامل حساب على Cloud وتبتدي ان انت تضيف عليها فهنا هيديك ممكن اختيارات وده انا جربته من قبل هيديك ثلاث طرق علشان تعمل Remix على الجيم دي او الجيم ديمو ده فانت مثلاً ساي بتختار انت عايز تعمل ايه وبيبتدي اللي انت هتختاره يتنفذ وتقدر ان انت تعمل Publish للحاجة اللي انت ضفتها على الجيم اللي احنا شفناها من شوية ساي مثلاً انا هختار اغير ال Theme فهنا مثلاً ساي ال Theme ده هبتدي ان انا اقول له انا عايزة اعمل Theme Customization لو انا هختار الاختيار ده ان انا اعمل Remix من حاجة من التلاتة هو بيديك example يعني انت تقدر ان انت تحط اللي انت عايزه ولكن هو هنا بيديك شوية اقتراحات لان انت لسه في الاول تبتدي تتعرف على Feature وازاي تتعامل معيها هيبتدي يحط الكود ويعدل الكود او هيضيف الكود الجديد حتى لو انت مندكش اي خلفية هو بيعمل ايه هتقدر تشوف بشكل كيوزر ال Preview الخاص به الWeb Page نفسها هنا بيكون عندك الكود وهنا هيكون عندك ال Preview الجديد اللي انت عملته مثلا هنا Default, Ocean, Night انت غيرت الثيم خليت الثيم كده اللون بتاعه يتغير مرة يبقى لونه الأوشان, اللون الفاتح, Night وممكن تخليه Default اللون ده Default ده التغيير اللي انت عملته من ضمن التغييرات اللي اقترحها عليك Cloud 3.5 وفي الحالة دي انت ساي مسلا لو انت عملت الموضوع ده على اي Web Page انت بتاخد الكود بعد كده وتعدل عليه او بتبديل developer هنشوف بشكل عاملي فكرة انا كنت من قبل جربتها هنا هبتدي Start New Chat وابتدي اطلب منه الآتي ايه اللي طلبتو منه طلبتو منه ان هو يعملني landing page عن التشانل بتاعتي بتختوي على وحطيت الحاجة اللي انا عايزاها وتقدر تقول انت بالعربي او بالإنجليش زي ما انت عايز بسلا استعانت بالذكاء الاصطناعي علشان اشوف ايه المحتوى اللي انا ممكن احطه فيه landing page فبعد كده هطلب منه ان هو يعملي landing page بالمواصفات دي وكده مع بعض نشوف هيديني ايه هنا هيبتدي الارتيفاكت بيبتدي يحط الكود بيعملي responsive web page او landing page وهنا بالدهالي بيديني شكل الweb page بتاعتي حتكون عاملة ازاي welcome to infotech for you بيعرف ان هي يوتيوب channel بتكلم عن ايه what we offer why subscribe connect with us هنا لو انت عايز تعرف حد على القناة بتاعتك وممكن تعمل publish واي حد حيبتدي انه هو يشوف الصفحة دي طبعا انا هنا مش عايزة اعمل publish بيها ولا حاجة بس انا بوريك الفكرة ممكن ان انا مثلا اقول له add some images مثلا او visuals and visuals مثلا and the logo مثلا will be on the top left هنا مثلا بديله شوية اقتراحات يعمل هالي فحيبتدي ينفذ الاختراحات اللي انا عايزاها وحبتدي اشوف قدامي وهو بينفذ الكود اللي هو كتبه زي ما احنا شايفين سبلي مكان احط في اللوجو هنا في شوية images و visuals انا عايزاهم فهنا قال لي مثلا ممكن تحطي هنا photo ودي ابعدها وهنا ايضا تحطي photo ودي ابعدها وممكن بمنطقة البساطة ان انت تاخد الكود ده على visual studio code ولو تبتدي تحط الجزء المتعلق او الرابط الخاص به الimage وتبتدي تشوف ايضا هتبقى عاملة ازاي ولكن بشكل عام التحديث ده جيد جدا جدا زي ما احنا شايفين هنا قال لي ال update اللي هو عملها add logo وبانر والبانر ده بتاع ايه وي place holder مكان احط في ايه وبيديني الاقتراحات والتغييرات اللي هو حطهالي وبالتالي انت كيوزر او انت مثلا كشخص بتستخدمه حتى لو انت ما عندكش خلفية لها علاقة بالبروغرامنج انت بتتخيل الweb page بتاعتك شكلها عامل ازاي الweb site بتاعك هيبقى عامل ازاي علشان مثلا سي لو انت بتتكلم مع developer في الحاجة اللي انت عايزها تناقشه تقول له انا عايز هنا صورة او توري له تخيلك انت هيكون عايز الweb page بتاعتك عامل ازاي واتمنى ان الناس تكون جربت اللي لسه مجربش كلاد فيه امكانيات تانية كتير مش شرط الجزء اللي احنا مشرحه النهاردة ليك كل يوم خمس محاولات او خمس استخدامات داخل كلاد 3.5 صانت بشكل مجني حاول تجرب وتستفيد بها زي ما اقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشوف باقية الفيديوهات عندنا على القناة ان شاء الله تستفيد منها ولو كنت من متابعين الاعزاء متنساش لايك والشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة